موسيقى لما أجاكم نابليون هون على فلسطين وحاصر يافا طب يافا حصن وحاصر وبعدين أنت جايين من وراء البحار يا نابليون ولا إحنا جايين نقاتلك في فرنسا ولا شي جايين أنت من وراء البحار وحاصرت بعدين قلنا لك طيب نظرهم اللي في داخل الحامية اللي في داخل يافا وجدوا أنه الظروف كلها بتسمح لهم شي قاوموا فاتفقوا مع نابليون أنه إحنا منسلم بشرط أنه يعني نكون آمنين فعطاهم إيش؟ عهده وميثاقه هذا مين؟ نابليون فلما دخل يافا بالاستسلام وبدون قتال قتل أربع تلاف إنسان قتل أربع تلاف إنسان بعد العهد بعد العهد يقال يقال أنه صلاح الدين لما حاصر القدس كان في ذهنه وفي ذهن المسلمين نذالت الصليبيين لما أجهوا وقتلوا في المسجد الأقصى لحاله سبعين ألف هذا مين اللي بقول إنه قتلوا سبعين ألف؟ هم الغربيين تاريخهم هم وبعثوا رسائل لأقربائهم في أوروبا وسجلوا عندهم في تاريخهم إنه في المسجد الأقصى سبعين ألف في الأقصى لحاله وإنه خيلهم كانت إيش الدماء لركبها سبعين ألف رجال نساء كذا صلاح الدين في ذهنه هالكلام في ذهنه هالكلام قالوا له بدنا نستسلم قالهم لأ أبد كن مش تستسلمون أنا بدي أدخلها بالقوة ليش ليش اللي قتلوا في المسجد سبعين ألف في المسجد لحاله طول عمرهم على فكرة طول عمرهم أنذال قتلوا سبعين ألف في المسجد بدوش هو بلا بديش تستسلم قالوا له اسمع انتبهوا الآن قالوا له اسمع إذا بتقبلش نستسلم بنقتل يعني أطفالنا ونساءنا وبنخرجين قاتلك لا حول ولا قوة إلا بالله دم يقتلوا أطفالهم ونسوانهم لا حول فقبل نقتل أبناء هم قالونه نقتل أبناءنا ونسواننا وبعدين ونخرجين قاتلنا شوفوا في إيش هددوا بس صلاح الدين فقبل واستسلمت البلد ولم يقتل واحد مش بس لم يقتل واحد هل كانت بجوز تحكدوا أنتوا على صلاح الدين من كثر ما كان واسع صدره الآن بدهم يخرجوا الصليبيين اللي مهمش أهل البلاد أصلا وهمش جايين من وراء البحار بدهم يخرجوا الآن من القدس من القدس في اتجاه عكة كانت لا تزال عكة إيش مع الصليبيين لما بدوا يطلعوا بدوا يعتدوا عليهم الصليبيين الصليبيين يعتدوا على الصليبيين ينهبوا منهم الأموال اللي طالعين فيها ما سمحينهم يطلعوا بأموالهم صلاح الدين تمام فاضطر صلاح الديني يبعث معهم جيش يحرصهم عبما يدخلوا عكا يقولت لكم راح تحكدوا عليه من كثر ما هو بعث جيشه يحرصهم لا مشان ما يعتدوش عليهم الصليبيين الآخرين عبما يوصلوا عكا الحصن المعادي إله ويدخلوا في عكا انتبهتوا هو انتصر من قليل لا هو انتصر لأنه فارس وشهم واخلاق واسلام وفهمتوا عليه صاحب مبدأ لأنه كل ما ذل ما عندهم مبادئ ذوب وشو ما تكون قوتهم وفي الأخير يلفظهم كل البشر انتوا شايفين الدنائر اللي بتصير قاعدة في سوريا وفي العراق والناس اللي بيزعموا انهم كانوا في يوم الايام مسلمين وقاعدين بقتلوا الناس وكمان بطريقة دنيئة بطريقة دنيئة وحقيرة وبيعذبه كمان وعمره ما كان المسلم بعذب بقتل في المعرك حتى اللي كانوا لهم جرائم ما كانوش عذبوهم يقتلوهم يعني صراح الدين ما عذبش أرناط ولا الرسول عذب اللي كانوا مطلوبين ولا انتبهتوا كيف لكن شوف اليوم اللي بيبزعوا منهم مسلمين واصلا سبت كفرهم سبت كفرهم اليوم في العراق شو بيعملو هم جابوا لك الاستعمار أصلا مين أصلا اللي سلم العراق مين الان بيسلم سوريا لروسيا ملاحظين حق دين على الأمة وكمان أنزال وهذا اللي بيطمنك انهم أنزال انه في النهاية معناته أمرهم راح يكون على رؤوسهم مع فكرة والشغل بتطولش إن شاء الله فالمهم نابليون قتل أربع تلاف ولما قتل الأربع تلاف هو جزء على فكرة من من استقتال الناس جزء من استقتال الناس وصمود عكة من عدة أسباب من أهمها دنائته في كيافة دنائته في كيافة خلت الناس كلها بدأيش قاك وجعلت عكة تستبسل في الدفاع شو ما يكلف الأمر تبعتوا لما بكون نذل أراسه والجثث اللي تعفنت وصار في طعون في جيشه الجثث اللي الأربع تلاف واللي تعفنت صار في جيشه شو دافعه طبعا طبع أنت جاي أصلا معتدي على هالشعوب وهذا حصن وقال لك أنا يعني ما قاتلوا كاش وقالوا لك مستسلم بعد ما حسبوها تقتل أربع تلاف ليش بعد ما أعطيت العهد لو في سابق انتقام والله أنه قاتلين الفرنسيين ونقضين عهود بفهم الناس النذلين اللي إلهم جرائم سابقة اللي إلو اللي إلو مسلف يعني في جرائمه سواء كان اليهود أو الشيعة أو 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 العلويين ما هم شيعة العلويين أو 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 وقت عم بينظروا الحاكم وبشوف بنظروا الحاكم وبشوف يش عملوا هادول اشتركوا في القناة